فكرت فيه بقى وانت ماشي كده ما قالوك انت خلاص هتبقى مع الفريق الاول اكتب والله اكتب الصفحة كانت تفكير غريب جدا يعني لانك انت هتطلع بقى من بتخش حكاية تانية خالص طبعا طبعا فكنت بفكر بقى طب هعملها ازاي هوا هعمل ايه لكن ربنا سبحانه وتعالى كان بيأذن بحاجات كتيرة اول انت ما اتعرفوش يقدر كلها فسبحان الله عملها ربنا ووفقني ولعبت في وسط النجوب الكبيرة دي اتمرنت معاها اتمرنت معنا ما لعبتش دوري لا لعبت دوري لعبت دوري في نادي الزمالك اه وانا برضو كم سنة لعبت سنتين تلاتة سنتين تلاتة مع الفريق الاولاني اه وبعدين لما جيت بقى اخش كلية الشرطة هنا بقى كان الفرق ان انا سيب بقى اسيب نادي الزمالك طب ضحيت ازاي انك تسيب نادي الزمالك والاسم والشهرة والكلام ده كله وعشان الشرطة والله دكتور مصطفى كانت مهمة جدا ان انا ان انا افكر في حياتي حسيت ده بقى مستقبالك بقى خلاص اه يعني الكورة اخدمتك وصلتك لانك انت تبقى نجم وتتمرن وده حاجك ووصلتك لكلية الشرطة وتوصلك لكلية الشرطة ده شيء جميل اول اه انما بقى اللي بعد كده بقى هو اللي عملك انا معاك بس المعادلة لانا بقى لعيب كورة انا دلوقتي زي دلوقتي الناس كلها دلوقتي اللي عيبوا كورة بيروح الجامعة بالتليفون وكلام اللي انت عارف ده كله انما انت خدت قرارك خلاص اه ان انا هستمر في كلية الشرطة وفي نفس الوقت بضحي بزبط الاسرة ما تدخلتش بقى في الموضوع ده لا لا خلاص لانهم كانوا عارفين ان انا ماشي كويس يعني فيش عندي مشاكل في مدرسة اه لكن هما كانوا شايفين انا وانا وانا برعب انا قدي ايه بحب الكورة وقدي ايه بحب دي فلما لقوا ان دي هتخدم لا لما دخلت بقى كلية الشرطة والسمرت وفضلت بقى خلاص هتبقى في كلية الشرطة طب مين اللي قالك اللي انت استشرته وقوله يلعب كورة يا الشرطة اللي اتنين ما كانش يمشوا مع بعض اه نزبط الله يرحم ابوي اه الله يرحمه الله يرحمو عندك ها هذا هو ده اللي كان متبني موهبتي اه يعني هو كان بيحبيني جدا الولد كان اهلاوى لازم الكوا لا كان اهلاوى اهلاوى اه واه هو اللي استشرته وقالك لا لازم مستقبلك قال لازم مستقبلك يا ابني هنا اه تروح كلية الشرطة وتكمل في المشوار بتاعك ده لأنك أنت مهما حصل في الآخر وده مستقبالك هو ده مستقبالك وده أحسن أقوله لي يا حجر قال لي عشان أنت عارف أن الوظيف دلوقتي صعب صعبك لا وزابط شرطة أيوة يعني هو حس كده طيب لما خدت القرار وروحت الشرطة الحمد لله الحمد لله وربنا يديمي عليك الصحة والعافية رب وحب الناس ما جاتش فترة كده في تفكيرك أنك أنا هخش الشرطة هنا وخلاص وهبقى مقفول علي وهسيب الشهرة وكده ما صعبش عليك نفسك لا أقول الله ما فكرتش خالص خالص يعني أنا كان تفكيري كله في حاجة واحدة بس أن أنا أنجح في المشوار اللي أنا رايحه ده اللي بتاع الشرطة لأنني أنا اعتبرت ده يعني أبويا موافع عليه وده يبا كاريرك بقى أخلص بقى هو ده فحمدت ربينا عليه واشتغلت فيه بقى ما فكرتش في أي حاجة تانية طيب من جيلك كان في نادي الترسانة بقى في الفترة دي ليلي كان كتير زي؟ كان الكابتن حرب أو الواحد ده كان معاه ده دفعتي بقى أخلين سوا كله كان معانا بحسين العقر وكابتن فوق الجودة وكابتن حنف إبراهيم وفتح بيومي وأبراهيم الخليلي كان أبو العز موجود؟ أبو العز أنا اللي رشحت أبو العز أنت رشحت أبو العز لنادي الترسانة يلعب معانا في الفريق الكبير لأن أبو العز ده كان لعيب كبير أول يا سلام كان مصمار لعيب كبير الصحيح يعني وبعدين وكان كابتن مصطفى رياض والشازلي مصطفى رياض والشازلي دول نجوم ومحمود حسن ومحمود يا سلام وبدع مفتاح دول الخامسة الفراودة اللي كانوا بيدوخين الدنيا كلها بيدوخين الدنيا أنت فكر مباراة الأهلي أما كسبتوا الأهلي خمسة واحدة أربعة صفر يحكينا على المباراة دي كابتن محي اللي هو كان زملكاوي خطير جدا هو كان مدير تحرير المصور كابتن محي فكري محي فكري وكتب بقى إيه النمرة الجديدة لنادي الترسانة نادي الأهلي خمسة واحدة أربعة صفر كويس فإحنا لعبنا المتش هنلعب المتش ده أيوه لعبت أنت المتش لعبت المتش المتشين ها ولا متش لا اتنين الاتنين واحد كانوا على الأهلي واحدة على الترسانة أيوه وكني ربنا سبحانه وتعالى برضو بيعمل حاجات يا دكتور بصفة العقل ماستوعبهاش نعم يعني لما جينا نلعب النادي الأهلي الله يرحمه عام الشيوي أتعافي أن أنا صغير كان الكابتن أنا أرحمه عام الشيوي كان بيضرب نادي شمال القاهرة شمال القاهرة شمال القاهرة أنا كنت فيه وأنا ملعب ناشية كان سني بتاع 14 سنة 15 سنة كان بيخد من العبن الفريق الأول الله وكده مما ييجي مسلا عاوز الزعق ليقول لي يا ابن اللمونة دي كانت الكلمة اللي كانت في بقه يا ابن اللمونة فالوالد الله يرحمه يقول له طب انت ليه بتلعبه وهو صغير كده قال له أنا شايف فيه حاجة أنت مش شايفين صحيح يعني شوف الله يرحمه عام الشيوي ده كان حاجة حاجة رهيبة هو كان يقول لنا كده كمان يا كابتن مصطفة يعني يا دكتور مصطفة كان يقعد يقول ايه مثلا اسمع يا بابا انت هو اه طب اتلعب النهاردة النادي الأهلي النادي الأهلي ده ايه في لحبك بيجيره طبعا بس انتو لازم ايه نعمل حسابنا نيمسك اللعيبة ولا حنسابهم يوم فقال جهودة بقه احسن واحد قل لها كابتن هيمسكه قايله ايوه هنمسك مين نمسك طاها طبعا هو كان يقول كده امسك مين مسكه طاها مين اللي هيمسك طاها بقه انت عم عب منعم اللي هتمسك طاها قلت بتلعب بالسطوبر سرد بقه بقه اه بس طاها ده بقه ايه الله يدي له الصحة اللهم امين يا رب ويكرمه وفي كل اللي عمله كنت بلعب عليه ان طاها اسمعين ده عامل زازديه بقه اه اه لو انت يا دكتور مصطفى سهيت عنه لحظة لا 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 كان بيستلم بسرعة و باشتماله دي على طول في الجون اه لدرجة اني انا كنت دايما اروح 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 ا اقعد معاه انا وبرجيلا كل سنان اه ففي مرة بقول له بعيد عني قال لي انا عايز اعرف ايه الحكاية قلت له خير يا جاء الدكتور قال لي كل الناس تقول لك عبين عمل الحج هو الشيخ طاها الشيخ والحج الشيخ والحج خدها الحج طب ايه حكاية خدها الحج دي طب مقلوش خدها طاها ليه اه قلت انا قلت له بقه اه دكتور انت عارف ان لو خدها طاها دي هتبقى فين طبع هتبقى في الشابكة اه اه بالشارع والله ده انسان معرفته وعشته معاه وصداقتك ليه مكسب في كل الاوقات اكيد انت لعبت مع الشواكيش كم سنة كت حمر ايها دكتور مصطفى عشر اتنشر سنة عشر اتنشر سنة حققتفين بطولت Tag de خدنا الدور العام بسنة كام الدور العام بسنة بسنة وستين حاجة كده عربعة والستين خمسة وستين عاجة كده اه اللي سمعيني خدوا بعد كده سبعة والستين ايوة وستة والسبعة وستين وخدنا الكاس مصر بعد كده كمان حاجة وستين برضو دول بيسمون نحن العصر الزهبي أو الجيل الزهبي للترسالة وبعدين كان هما بقى ايه دكتور مصطفى كان عندين ثلاثة حراس مارما بيلعبوا بهاء الله يرحمه وطلعت والرشيد الله يرحمه التلاتة فكان بهاء ظبط جيش فكان يغيب فترة وبعدين اول ما يجي بقى يقول للحراس المارما دون انا جيت عدو ما فيش حد فيجو تتكلم خلص انا اداما انا جيت استنوا بقى شوية الاساسي اه وبعدين كان بقى بنلعب بقى احنا ايه ثلاثة وراء خيري وفق الجودة بقى شمال وانا سنتراف طيب انت قلتيني كده كنت بتعودوا